اشتركوا في القناة قل ما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز منذ انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر تشابهات فأما الذين في قلوبهم زيء فيتبعون ما تشابه منه ابتواء الفتنة وابتواء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراشقون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا غيب فيه إن الله لا يخف الميعاد إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأ بآل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئت المهاد قد كان لكم آية في فيتين سقطا فئة تقاتل في سبيل الله وأفرا كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة من الأبطار دين للناس حفظ الشعوات من النتاء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والطير المسومة والأنعام والحر ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآد قل أأنبئكم بخير من ذلك للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار قالبين فيها وأزواج مطهرة وبضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقالفين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقفط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعا فقل للذين أوتوا الكتاب والأمين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقص من الناس فبشرهم بعذاب أمين أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله يحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النعر إلا أياما معبودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم يوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من من تشاء وتعد من تشاء وتدل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منه التقاه قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تودوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من قير محضر وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويوفر لكم ذنوبكم والله وفور رحيم قل أطيعوا الله وإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعضهم والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطلي محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بطبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رفقا قال يا مريم أنا لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرضق من يشاء بغير حساب هناك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم إن يصلي في المحراب أن الضعى يبشرك بأحياء مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحطورا ونبيا من الصالحين قال رب أنا يقولني غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي معاخذ قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب جعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمدا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإذكار وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اطفاك وطهرك والطفاك على نتاء العالمين يا مريم خلتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكتل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشر سبكلمة منه اسمه المسيح عيت بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهله ومن الصالحين قالت رب أنا يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيقون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كعيئة الطير فأنفق فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمى والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من الثوراة ولأحل لكم بعض الذي حلم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا قراط متقيم فلما أحس عيتا منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعلوا الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه ترتلكون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين ذلك نسجور عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن حاجك من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا نجع أبناءنا وأبناءكم ونتاءنا ونتاءكم وأنفسنا وأنفسكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاببين إن هذا لهو القصة الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا وسلمون يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا من مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس لإبراهيم للذين اتبعوا وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين ودى الطائفة من أهل الكتاب لو يضيونكم وما يضيون إلا أنفسهم وما يشعرون يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكفرون الحق وأنتم تعلمون وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو حاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله أن يؤتى من يشاء والله واسع عليم يختط برحمته من يشاء والله بالفضل العظيم ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومن من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأمين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين إن الذين يشتغون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يذكيهم ولهم عذاب أليم وإن منهم لفريق يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون وإذ أخذ الله ميثاقا بالنبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال آقرأتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقرأنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفوير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض قوعا وكوها وإليه يرجعون قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نكدلق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسبين كيف أهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله رفور رحيم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فمن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولأ ابتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين لن تنالوا الضر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتتوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركون إن أول بيت مضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آلنا ولله على الناس حزج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله ولي عن العالمين قل يا أهل الكتاب بما تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عن ما تعملون يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يرجوكم بعد إلمانكم كافرين وكيف تذكرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتقم بالله فقد غري إلى طراط مستقيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاتي ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتقموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداءا فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من المار فأنقبكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعملكم تهتدون ولتقم منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم الوفيحون ولا تقولوا كالذين تفرقوا واختلقوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين سودت وجوه أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضرعوكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينطرون ضربت عليهم الذلة أينما تقفوا إلا بحلم من الله وحلم من الناس وذاءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقفلون الأملياء بغيب حق ذلك لما عطوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتدون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلون من خير فلن يفكرون والله عليم بالمتقين إن الذين كفروا لن تؤني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرف قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمه الله ولكن أنفسهم يظلمون يا أيها الذين آمنوا لا تستخدوا بطعنة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنكم قد بدت البغضاء من أفوالهم وما تخصي قدورهم أكبر قد بينا نقول آيات إن كنتم تعقلون ها أنتم أولئك حبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عبوا عليكم الأنابل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتخوا لا يضرطوا كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد ليحتال والله سميع عليم إذ هم الطائفتان منكم أن تكشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة مندلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتيكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة متوهمين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع قرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا قائدين ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله رفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا اللباء ضعافا مضعفة واتقوا الله لعلكم تسلحون واتقوا النار التي أعدتني الكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضوا السماوات والأرض أعدت من المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافل عن الناس والله حب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يسروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرتهم من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العالمين قد خلت من قبلكم ثنن فشيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاطبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهدوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمتسكوا القرط فقد مست القوم قرط مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الطابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوا فقد رأيتم وأنتم تنظرون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإما تأوفت لنقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبي فلن يضر الله شيئا وسيجد الله الشاشرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤتيه منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤتيه منها وسنجزي الشاكرين وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهلوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعف وما التكامل وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاه الله الله تواب الدنيا وحسن تواب الآخرة والله حب المحسنين يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يرجوكم على أعقابكم فتمقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشرطوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبالسمث والظالمين ولقد صدقتم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعطيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون ولا تلون على أحد والرسول يدعوكم في أخرات فأتى لكم غمًا بغمًا بغمًا بكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما عصابكم والله قبير بما تعملون ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة لعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يهدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما يقتلنا هنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في قدوركم وليمحط ما في قلوبكم والله عليهم بذات القدور إن الذين تولوا منكم يوما فقى الجمعان إنما استزلوا الشيطان البعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله وفور الحميم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا مجدا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا يجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله أولتم ولئن قتلتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب ننفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاوذهم في الأمر فإذا أعزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يحذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعضه وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أفمن اتبع رضوان الله كمنباء بتقض من الله ومأواه جهنم وبت المطير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من مقبل لفي ضلال مبين أولما أصابتكم مصيبة قد أخرتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الضال على كل شيء قدير وما أصابكم يوم التقى الجمعان سبيل الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين لا تقوم وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم حتالا لاتبعناكم هم من خفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يقولون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما يقتلوا قل فدرعوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يغزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لهم فاقشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوفير فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمتسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله دو فضل عظيم إنما ذلك الشيطان يخوف أولياء فلا تخافوهم وخافون إن كنكم مؤمنين ولا يحزن كالذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله أن لا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم ولا يحتفن الذين كفروا أن ما نمي لهم خير لأنفتهم إنما نمي لهم ليزدادوا غتما ولهم عذاب ممين ما أكان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطمعكم على الغيب ولكن الله يجتدي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم ولا يحتفن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميرات السماوات والأرض والله بما تعملون خبير لقد سمعوا الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حقه ونقول لهم عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد الذين قالوا إن الله عهد إلينا أن لا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب أرسل من قبلك جاءوا بالبينات والزور والكتاب المير كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحجح عن النار وأدخل الجنة فقد فان وما الحياة الدنيا إلا متاع العرور لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشرطوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عدم الأمور وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تفكرونه فنبذوا وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا من قليلا فبئت ما يشترون لا تحتبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحتبنهم بمفادة من العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات من الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخذيته وما للظالمين من أنطار ربنا إننا تمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رتلك ولا تخذنا يوم القيامة إنك لا تخذني عاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنت بعض من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوضوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجرر من تحتها الأنار ثوابا من عند الله والله عنده حسر الزواب لا يغرى أنك تطلب الذين كفروا في البلاد متاعا قليلا ثم مأواهم جهنم وبئة النهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الحتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اكبروا وطابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون